موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة وبأفضل حال موقع سلوانا دايموند الطلب كثير وفي موقع ثاني كنت عملت عليه شرح قبل كده اللي هو كنت بتكلم عنه إن الموقع موصوق أو لا طيب جولدنوي الموقع موصوق ولكن سلوانا دايموند الموقع عليه فروع في الأمراض في مصر أنا بتكلم عن فروع مقر مش حاجة عن نت بس لا مقر لي مقر موجود انت لو كتبت سلوانا دايموند على الانترنت هيتطلع لك الفره المقر في القاهرة وفي مصر فاللي حابب إنه يخش عشان خاطر يستثمر في سلوانا دايموند ممكن يروح للمقر بتاعهم بس قبل ما تستثمر حضرتك تروح للمقر تعرف كل حاجة بالزبط وبالمل منهم وتاخد الكلام اللي هتاخده منهم وتطلع منه على دار الإفتاء وهما هيقول لك إذا كنت تقدر تستثمر في سلوانا دايموند مبدأ إن سلوانا دايموند كشركة لي مقر وليها موجود في الواقع وليها مشاريع فعلية ولكن الشوب أنا بتكلم بقى من ناحية هي و جولدنوي إن فيه أنا متدور برضو لما بحب كده ساعة تتفرج في المواقع إن أخش أشوف لو فيه أحكام أو حاجة شرعية على هذا الموقع طيب الكلام ده من موقع الإسلام سؤال وجواب شروط جواز الإستثمارات في حد هنا بيسأل عن سلوانا دايموند للإستثمارات الزراعة يوانية وتنقيب وقال لنقطتين إن هو فيها تسويق هرمي أو مش هنقول تسويق هرمي هنقول فيها سلم في التسويق وهنقول إن فيه مرتب وفيه عمولات وكل ما تجيب لو تم جلب أشخاص بيبقى ليك مرتب من العمولة بتاعتك زير إن أقل مبلغ للإستثمار 500 يورو وهتستنى لسنة 2027 عشان خاطر تقدر تبيع السهم اللي هتشتريه طيب سند أو السهم بعد ست سنين كأستثمار أوكي ولكن إنت لو دخل بقى عشان يبقى ليك راتب ثابت لمدة سبع سنين لو أنك تجيب ثلاثة تحتك تاني يسجره هذ الكلام فرأي الموقع والرأي ده أنا هقوله ك يعني مش هقولك مسلم بيه ولا هقولك مثلا إنك تمشي عليه أنا هقولك ك باب العلمي مش شيء لكن إنت لو بصص بها لحكية حلال أو حرام يبقى أنت هتاخد بالكلام من بق سلوانا دايمند في فرع القاهرة أو أي فرع موجود في بلدك وتاخد لها على الإفتاء الخاص في بلدك وتسأل يعني كده بيقولك له يا جزء للإستثمار في شركة سلوانا دايمند لا ننزل توفرة شروط للإستثمار وهي واحد ما جاء للإستثمار مباح وهم بيشتغلوا في الحاجات الزراعية والصراع الحانية فده كده مباح دي نجي بقى للحطة اللي هي ما بينها وما بين جولدنويي وأن تجارتها في الزهب مباحة إذا يشترد في بيع الزهب التقابض في المجلس فلا يجوز بيعه عن طريق الإنترنت وذلك ربا بمعنى إن حضرتك لو دفعت فلوس عشان تشتري دهب مثلا على جولدنويي فلازم التقابض يعني أنت دفعت فلوس الدهب يبقى عندك مش يبقى عند الشركة الدهب يبقى عندك تستلمه مش يبقى عند الشركة أو إن الشركة تحتفظك بيقول لما تيجي ترجحه لك ثم مثلا خصمة جزء فدي الحتة اللي هي مشتركة ما بين سلوانا دايموند وجولدنويي والكلام زي بقول لكم من باب العلم يعني ما تاخدش بمية في المية إنت لما تروح وعايز تعرف روح على دار الإفتاء بتاع بلدك عدم ضمان رأس المال والذي رأيناه في الدعاية لها إنها تضمن رأس المال وهذا مفسد للشركة وموجب بالتحريم الدخول فيها ليه لأنه هيبقى ربا أنك أنت تبقى ضامن رأس المال ثابت يبقى كده الموضوع دخل في رباء وجوب الاتفاقة عن نسبة من الربح وليس من رأس المال فينظر في عقد الاستثمار كم نسبة الشركة من الربح وكم نسبة المسامين يعني إيه الربح يعني أنت حضرتك دفعت ألف دفعت ألفين دفعت خمسة إيه هو الربح الربح إنه هو بعد مصاريف الشركة وبعد المصروفات والخسار وما إلى ذلك بيطلع مثلا تصفية إن كنت ربحت أو الربح الربح بتاع الشركة مثلا مليون دولار المليون دولار خدا في hex 문제 بالمليون الدولار بيتقسم عليه من الشركة يبقى انت فهم عن ملايك للمليون دولار RC$ على شركة على الناس المساهمة مش هتقسم على حسب رأس المال يعني مش هتقول للألف جنيه بتاعتك ربحة 100 أو ربحة 50 أو ربحة 60 التى بتاخد الربح الصافي و بعد كده بيتقسمه على رأس المال وبرضه بيبقى على حسب تقسيم رأس المال يعني بيبقى النسبة لرأس المال ده اللي انا فهمت وقد اكون فهم خاطر الله اعلم عشان كده بقولك برضو ارجع واسأل وجوب الاتفاق عن نسبة من الربح والاسم من رأس المال وجوب بعد شكل الاقتراض الرابوي او ايداع منافل حسابات الربوية فاذا فعلت كانت اسهمة مختلطة وقد تصدر قرام من مجمع الفقل اسم تحريم الاسهم المختلطة يعني لو في حاجة حلال وحاجة حرام اللي احنا قلنا ايه يعني لو في حاجة في الشركة شغالة حلال وفي ببقى مختلط يعني الفلوس اللي جاي او الربح اللي جاي مختلط فيه جزء حرام وجزء حلال وده لا يجوز وما الى زلك بقى حكم التسوق الشبكة طبعا معروف ان هو زي الامار اللي يعتد به وما الى زلك فانت كده الفتوى دي تنطبق على السنونة دايما وتتنطبق على جولدن واي الاتنين كده يبقى داخله في نقطة التحريم وهذا رأي احد الاشخاص او احد المشايخ على الانترنت تحضرتك ليك رأي تاني او عايز رأي من الاخر زي ما بيقولوا يبقى تاخد الاعمالية كده من الكامل من الشركة بالملل وتروح تشرحها الواحد شيخ حسب الافتاع بتاع بلدك وهو يقول لك حلال او حرام عشان الناس ما نقولش احنا بنحلل او بنحرم يبقى احنا كده فهمنا سلونا دايما شركة موجودة لها مقرات موجودة في الامارات وفي مص ما عرفش ان كان لها مقرات في دول تاريبا في الاردن برضو دولة الاردن الشقيقة في مقرات في دول تاريبا ما عرفش وطريقة الاستثمار بتاع حشان احنا في كلمتين انت بتشتري ما يعني ساهم او سك في الشركة وبالفين وسبعة وعشرين بتقدر انك انت الصفيه وليك لو انت قدرت تجيب تلاتة من تحتك يبقى انت كده ليك مرتب او نسبة هتبقى طالعة من الشركة لمدة السبعة سنين هل هذا يجوز حسب الانترنت وفاتوى الانترنت لا يجوز انت برضو ما تاخدش الفاتوى دي انها مسلمة نهائيا سواء بيها او في جولدن واي واطلع على اقدار الافتاء في بلدك وقول له الله انا هعمل واحد اتنين تنته اربعة بالملي لا تجزب ولا تزود يعني زي ما الشركة هتقولك بالظبط انت تقول ما تجودش من عندك او انت تقول له اصلاح الشركة بتاعمل عشان كذا وتحاول انها كد تتغير في الكلام لا هو زي ما هتاخده تطلع للشيخ وتقول له الله الموضوع واحد اتنين سلونة دايمون ويه لتنين مقارات شركات كبيرة ول были سلونة دايمون فيه جلوبل فيه جلوبال اللي هي الاصلية وفي واحدة اتنين اللي هي دي وفيه اللي هي دي شركتين بنفس الاسم اعتقد ان الشركة المصحية والاماراتية فرعHeلي اللي هي كبيرة جنرال تريدن نسلت اعتقد يعني زي زي. واحنا على الموقع ده اللي هو فيه مصر. لما دخلنا على سياسة الاسترجاع. اعرف عميلك الكلام ده كله ما تيجي تخش بتلاقي انه ما جاب لكش اي حاجة. ما فيش اي حاجة. ولكن الشركة زي ما قلنا ليهم فرع في القاهرة. تقدر تاخد بيانتك منهم وبناء عليه تقدر قد الرقم بتاعهم. فرع القاهرة. وده فرع الامارات. تقدر تاخد جميع بيانتك. وتعمل معهم مقابلة وبناء عليه تقرر بعد ما تسأل لو انت بتهتم بالحلام الحرام. عن الحكم الشرعي. عند حد يكون متخصص زي دار الافتان. واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.